في الأنبار طالبت عوائل المختطفين من معبر الرزازة الحكومة العراقية بالكشف عن مصير أبنائهم المغيبين منذ أربع سنوات وأكد ذوء المختطفين أن ملفات أبنائهم خالية من أي تهمة أو مؤشر أمني وأن غالبيتهم طالبت جامعات أنا من صار التهجير نسيبي راح ويايا منها البغداد وبالسيطرة ما رزازة أخذه وهاي صار أربع سنوات انتبع علي وين ما نروح يقولون ما ندري بي وين أنا بنفسي رحت على السيطرة ما رزازة أبو السيطرة نفسي قلت لي أبي نسيبي أخذته هنا أبو السيطرة يقول لي تروح لو أعتقلك بنفسي أبو سيطرة رزازة وهاي صارنا أربع سنوات ما خلينا واحد مناشدنا ما خلينا رئيس وزراء لا خلينا رئيس البرلمان ما خلينا واحد مناشدنا ولحد الآن أين نتيجة ما عدنا عليهم أنا أعرف واحد عمره 13 سنة أو 12 سنة هم اعتقله هو طفل هو رايح لسليمانيا أو رايح لبغداد جيراننا هو وراحته يدرس لبغداد أو لسليمانيا ما جاء يذكر وهم اعتقله هو ابن عمي اللي هو استقبل شوية أخوي حتش عنه هم نفس الشي ما عنده شي راح واخذوا إجراءاتهم القانونية استخبارات وشؤون وكل شي ما عنده رجل هم راح هو طالب انترس ورحت هاي لزموه وجيران لثالث نفس نفس اليوم اللي لزموه هذا جي ابن عمي نفس الحالة